أنا أعتقد أن قمة منتدى الغاز في الجزائر ستشكز اللبنات الأولى في إعادة تشكيل الدور الإقليمي لهذه الدول ومن ثم تشكيل النظام العالمي القائم على منطق الطاقة لأن الطاقة والغاز اليوم لاحظ أن أختم بهذه الجزئية بدأت تتفاعل أكثر بعد الحرب الروسية الأوكرانية بعد انطلاع هذه الأزمة بدأنا نشهد هذه النظرة الضرورية إلى موضوع الطاقة والاستحواز عليها قمة الجزائر هي اللي بدأت تثبت هذه المعادلات الطاقوية على مستوى الغاز بالنسبة لأوروبا وبالتالي لأنه نحن نعرف أنه حتى لو ضخت قطر الأكثر وهي وسعت حقول الشمال لكن هذا الموضوع لا يفيد ولا يستطيع أن يعود الغاز الذي كان موجود في روسيا لأنه عبر الأنابيب وسهولة وصوله وأكلافه الرخيصة المهم الذي يتشكل ومن خلاله المنتدى الغازي الذي سيوقض هذا له أهمية على مستوى التكامل والتنصيق بين الدول المنتجة للغاز وهذا هو الأهمية الكبرى التي تتمتع بها منظومة الكارتل الغازي المنعخضة في منتدى الجزائر هون نحن نتحدث أو نستطيع أن نتحدث عن إقامة نوع من التوازن أو التكامل بين الدول المنتجة ترجمة نانسي قنقر